تسعون في المائة من بلد صفقة الفرصة الأخيرة الأمريكية المحدثة لوقف إطلاق النار في غزة قد تمت الموافقة عليها ومن بين ثماني عشرة فقرة تتضمنها الصفقة أنجزت أربع عشرة منها وفق صحيفة جيروزيلون بوست الإسرائيلية لما في ذلك الشروط الإنسانية التي طرحت حركة حماس لكن هذا الاتفاق لا يتناول محور فلات الفي بل يفترض مسبق الانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق الأهولة قدم الإسرائيليون خلال الأسبوعين الماضيين اقتراحا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من وجودهم على ممر فلات الفي وهو تخفيض كبير إلى حد ما ونحرص على أن يكون أمن إسرائيل على رأس اهتماماتنا في هذه الصفقة الاحتمال الثاني لصفقة وحدية مع حماس هو ما أوردته شبكة NBC الأمريكية تهدف لتبادل محتجزين أمريكيين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في الولايات المتحدة مثل شكر أبو بكر وغسان العشي سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن إلى منازلهم نعتقد أن الخيار الأفضل والطريقة المثلى لتحقيق ذلك هي من خلال هذه الصفقة المطروحة على الطاولة الآن بعض المراقبين يرون أن صفقة أحدية بين حماس والولايات المتحدة قد تكون حلا محتملا ربما صعب تنفيذها بلا وقف لإطلاق النار لكن طرح هذا الاحتمال في هذا الوقت من شأنه أن يشكل ضغط إضافيا على نتنياهو الذي سيخشى أن يطلق سراح المحتجزين الأمريكيين ويبقى الإسرائيليون في غزته لمصير مجهول